تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس العالي للصحة عقدت ورشة عمل اقتصاديات الدواء وذلك بهدف ايجاد حلول المبتكرة تضمن توفير اجود معايير الرعاية الصحية طبقا لأسس علمية وعالمية في شتى المجالات الصحية على رأسها مجال الادوية والعقاقير المبتكرة ذات التقنية العالية تاتي هذه الورشة انطلاقا من حرس وزارة الصحة لتقنيم افضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية واختيار العلاج الانسب للمريض بما يصب في مصلحة المريض والقطاع الصحي اضافة الى ما يحظى به علم اقتصاديات الصحة من اهمية تتمثل في ترشيد الانفاق وتوجيه الموارد المالية لمكانها الصحيح في ظل العمل الدؤوب للمجالس الاعلى للصحة لضمان استدامة الخدمات الصحية وان تكون المنظومة ذات جودة عالية ومتاحة امام كل مواطن بكل مرونة وسهولة وسرعة بما يتلاءم مع التطورات الحقيقة المؤتمر اقتصرت صحة شيء مهم بالنسبة للجميع العالم في الان واصبح من المواضيع المهمة في العالم حيث ان التكلفة الطبية في العلاج كبيرة جدا خوصا بالتضخم التقنية الطبية وتعددها وزيادة اسعار الادويت في هذا المجال كل ذلك يدي الى التكلفة العلاج الطبي مكلف ولذلك كل الدول تسعى لانتسيطى على هذه الاسعار وتستعمل مواردها في اكثر شيء ممكن او في اجدى شيء ممكن وهذا ما نعمله في نظام الضمان الصحي اشتركوا في القناة